أولياء تلميذ ابتدائية بوهلالة عبدالقادر بمدينة الحامة في خنشلة يحتجون ويمنعون أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة كرد فعل على تماطل السلطات المحلية في توفير التدفئة بالأقسام جينا درنا وقفة احتجاجية اليوم ألجلت أولادنا قالوا عود الكذب من السلطات المحلية اللي رغمك مدد 14 أطاولنا بسحمدر وحتى حاجة لقزفيل اليوم ما يسعوا لا ما زود باش يشعلوا لا عندهم ما لا عندهم مرحيف لا عندهم بينة لا عندهم طريق مؤبد ما عندهم حتى حاجة الولادهم بردو ولادنا بردو الماكلة من الدولة من خبز يا الشايح الالفيسير حاشكم طوالتها ما كانش الما ما كانش ما يستحفظوش بالولاد المدير ما كانش الأقسام تحهم من داخل باردة أغلاس وندي ريالاك البرات خرم الولاد تفعل ما يقدرش يزاستيد لو بش يكتب هضرنا وبلغنا وكينا وعود والوعود غير كلام فقط إذن طالبهم السلطات سمعنا لهذا النداء ما وش لنا احنا لأبناءنا لأجيال المستقبل باش يعيشوا يعني يعني يقدروا يقرأوا يقدروا يركزوا أشرق نيوز حاولت نقل الانشغال إلى مدير المؤسسة ومفتش المقاطعة غير أنهما رفض استقبالنا فيما تكفل أحد أعضاء البلدية بمحاورة المحتجين والرد على انشغالاتهم هو في الحقيقة سمعت بالخبر هذا انتعال احتجاج التعاولية للتلميذ جيت كمنتخب باش نطمئن للأولية بأن بلدية الحمى خصصت غلاف مالي نظر لتوصيات السيد ولولاية خنشلا خصصنا غلاف مالي والمشروع ان شاء الله في أقرب وقت رح ينطلق تعالغاز الطبيعي هذا وكان الطفل مؤيد صيد أحد تلميذ الابتدائية قد رسل شهر نوفمبر الماضي والي الولاية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهي رسالة الأردوغانية التي صنعت الحدث وأثارت الكثير من الجدل لكنها لم تتمكن من حل مشكلة التدفئة وانعدام الماء الشروب إلى غاية الساعة رغم وعود الوالي ترجمة نانسي قنقر